بهدف ترتيب وضع المحامين المنتسبين لسجل المزاولة في المحاكم الكنسية وتصويب أوضاع المحامين وآلية انتسابهم وتسجيلهم في سجل المحامين المعتمدين أصدر غبطة البطريارك بيرباتيسيا بسبع لنظاماً مؤقتاً للانتساب لسجل المحامين ليبدأ سريانه اعتباراً الأول من شهر أيلول الحالي على أن يعمل به إلى حين إصدار نظام جديد واعتبر النظام المؤقت المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة من غبطة البطريارك والذين ترافعوا أمام محكمة البطرياركية اللاتينية في القدس والناصرة معتمدين رسمياً وخاضعين للمواد اللاحقة لهذا النظام الخاص كما اعتبر المحامين الذي يشتازوا امتحان القبول ويحصلوا على الإجازة بمرسوم بطرياركي للمزاولة مسجلاً في سجل المحامين المزاولين وللمزيد من التوضيح حول هذا النظام المؤقت تحدث لنورسات المحامي الأستاذ بشار ديات وقال صدر عن سيادة البطريارك باتسبالا نظام مؤقت رقمه 44 لسنة 2023 بيتحدث حول تنظيم عمل أو المحامين المقبولين أمام المحاكم الكنسية اللاتينية للترافع أمامها خاصة في قضايا التي تتعلق بالزواج منذ أكثر من عشر سنوات حاولت الكنيسة الكاثوليكية تنظيم أمور الترافع أمامها من قبل المحامين المختصين في الترافع أمام المحاكم الكنسية وقامت بمحاولات عديدة لتجهيز المحامين لغيات الترافع أمامها من خلال الدورات التي كانت تعقدها بشكل سنوي والمؤتمرات والمحاضرات الدورية المكثفة على مدار السنين الماضية وفي الحقيقة النظام المؤقت اللي عم بحكي عنه الآن نظام راعى الأمور الكنسية أكثر مما يراعي الأمور اللي بتخص ترافع المحامين أمام حاكم الكنسية طبعا من حق الكنيسة والمحكمة اللي تابعة إلها الكنيسة والمحكمة الكنسية من حقهم ينظموا أمور الترافع أمامهم بموجب مجموعة الحق القانوني وخاصة القانون 1484 اللي بيتحدث عن المحامين اللي من واجب المحكمة قبول مرافعتهم أمامها طبعا بطبيعة الحال النص يمكن لا يجوز تطبيقه على إطلاقه لأنه بيحصر الترافع أمامها بفئة معينة من المحامين وبالتالي المحكمة الكنسية بتتسمح الآن أو بترافع أمامها محامين من كافة الأطياف ومن كافة الأماكن لابد من الإشارة إلى أنه النظام اللي تحدثت عنه وكي لا يثار تشبيه بينه بين الأنظمة التي تصدر عن الدولة هو نظام خاص بالكنيسة وطريقة أو تعليمات أو أنظمة تصدر عن الأسقف الأعلى للكنيسة الكاثوليكية وهي تطبق داخليا فقط في المحاكمة الكنسية الكاثوليكية واللاتينية وكمان كمحامين نحن نتمنى بما أنه النظام نصف نهايته مراعاة البنود الواردة في قانون نقابة المحامين بما يتعلق بالمحامين المجازين للترافع نتمنى أن يكون برضو النظام الدائم أو النظام اللي راح يصدر بعد هذا النظام المؤقت يكون براعي تشاركية بقانون نقابة المحامين مع القوانين النظمة لأعمال المحكمة الكنسية أنه يراعي ما يكون فيه أي اختلاف من ناحية المطلبات اللي موجودة عند المحامين